السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في اللامتابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية الكوسة في المنام للحامل إذا رأت السيدة الحامل الكوسة المحشية في المنام فهذه الرؤية تدل على الولادة الميسرة الخالية من الآلام والمتعب وكذلك تدل هذه الرؤية على أن هذه السيدة ستنجب ولد زكر وإذا رأت السيدة الحامل الكوسة المطبوقة فهذه الرؤية تدل على الرزق الذي سوف تحصل عليه بعد الولادة وتدل على إنجاب مولود بصحة جيدة الكوسة الخضراء في المنام للمرأة الحامل دلال على الرزق وفير قادم بقدوم طفلها الجديد وسوف يمتلك طفلها أيام مشرقة جميلة بالمستقبل كما تشير لولادتها السهلة وأنها سوف تعيش حياة مستقرة وهادئة بعد ولادتها إن شاء الله يدل تناول الكوسة النية الغير مطهية على تصرعها في اتخاذ قرارتها وندمها في بعض الأمور وقد تؤول إلى موعد ولادتها المبكر أما أكل الكوسة المطبوخة فهو دلال على المال الوفير والرزق الذي سوف تنال بعد ولادتها وتشير أيضا للمرحلة القادمة التي تحمل معها الاستقرار والفرج بإذن الله رؤية الحامل نفسها تحفر الكوسة دلال على قرب موعد ولادتها والانتهاء من متاعب الحمل والإرهاق الذي يرتبط بالحمل وأنها سوف ترزق بمولود زو صحة جيدة حفر الكوسة عمتا دلال على الفرج والخير القريب رؤية الكوسة للحامل في المنام إشارة إلى تحسن الأحوال النفسية والمدية والصحية فالمنام بالمجمل يشير إلى الخير والفرج رؤية تقطيع الكوسة للمرأة الحامل تشير إلى سهولة الولادة وصحة المولود إذا رأت المرأة الحامل الكوسة في منامها وهي مطهية فأن هذا يدل على أن الولادة لديها ستكون سهلة ومتيسرة تشير الكوسة الخضراء اللامعة إلى أن السيدة ستكون فترة حملها وولادتها سهلة وسيتمتع ابنها بمستقبل مشرك وأنها ستعيش حياة مستقرة بعد الولادة توضح رؤية ناول السيدة الحامل الكوسة النية إلى أن ولادتها ستكون قبل موعدها وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته